الصحافة في العراق تعيش أزمة مزمنة وانتهاكات عديدة من قبل الحكومات المتعاقبة والأحزاب الحاكمة التي كانت يوماً تقول إن دصورها سيكفل حرية التعبير والرأي إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تماماً في بلد تصنفه منظمة مراسلون بلا حدود ثالث أخطر مكان على الصحفيين عالمياً رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الذي قال إن حكومته حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير يناقض نفسه ويحرص في السير على خطى أسلافه حكومتنا حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون لقد وضعت حكومتنا منذ التصويت عليها قبل أشهر أولويات عدة لعل في مقدمتها قوية الترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أكادت أن المكتب العالمي للسوداني يقوم بشراء ذمم الكثير من المدونين من أجل عدم مهاجمته بينما يقوم مستشارون بإقامة دعاوة قضائية ضد أصحاب الرأي بتهمة التشهير مضيفة أن السياسة السوداني تكشف الرغبة بالسيطرة على المشهد الصحفي في العراق خلافاً لتعهداته بحماية حرية التعبير في وقت رأى عضو مفاوضية حقوق الإنسان السابق على البيات أن المواد والعقوبات المتعلقة بقضايا القدف والتشهير باتت من الأدوات العدوانية لإسكاة العراقيين ومضايقة أي شخص ينتقد سلطات تكميم الأفواه أصبح سياسة متبعة من قبل حكومة السوداني ضد الصعفين في العراق تارة بالقرارات وأخرى بالقوانين التي يراها الكثيرون خطوة نحو تأصيل الدكتاتورية في البلاد مؤكدين أن السمرار السوداني في نهجه الحالي سيؤدي إلى استشراء الفساد أكثر مما هو مستشر الآن في مؤسسات الدولة بسبب إتاحة المجال الفسدين للإفلات من العقاب منظمة هيومن رايس ووش من جانبها أكدت أن السلطات الحالية في العراق تنظر إلى الصحافة على أن خصم يجب السيطرة عليه مستخدمة الاعتقالات والاعتداءات والملاحقات القضائية لترهيبه وأسكاته ليشي كل ذلك بأن الصحافة في العراق لن تكون حرة إلا بإنهاء الأحزاب الحاكمة لتلك الانتهاكات فضلا عن تعديل القوانين التي تحدمن حرية التعبير وتكمم الأفوأة ترجمة نانسي قنقر